الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على شعبنا المجاهد في البحرين السلام على المجاهدين والمجاهدات من أبناء شعبنا السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته سلطة غاشمة تريد أن يبقى الاستبداد في المنطقة تريد أن تحافظ وتحمي المستبدين في المنطقة لابد أن تكون هذه السلطة هي سلطة إرهابية في الرابع عشر من مارس 2011 قامت القوات السعودية الإرهابية بدخول البحرين رنوة والاعتداء على أبناء شعبنا في مواقف متعددة ومشهودة وموثقة اعتدت على شعبنا في سترة في اليوم الأول وسقط جراح ذلك ثلاثة شهداء اعتدت على أبناء شعبنا في فجر اليوم الثاني في دوار اللغلو وسقط أكثر من أربعة شهداء وعشرات الجرحة ثم اعتدت في اليوم الثالث على مستشفى السلمانية واحتلت مستشفى السلمانية وحولته إلى ثكنة عسكرية ثم توانت الاعتداءات حتى طالت مؤسسات الشعب المختلفة من المساجد والحسينيان والمضاهر وكل الرموز التقافية لشعبنا حتى دوار اللغلو الذي أنشأته سلطات آل خليد بالاتفاق مع سلطات آل سعود تم الاعتداء عليه لأنه يمثل ذكر سيئة كما ذكر وزير خارجيتهم في ذلك الوقت هذه السلطة التي تقوم بقتل الأبرياء هذه السلطة التي تعتدي على الأبرياء وتحتجز الأبرياء وتسك شعار الناس ومعتقدات الناس ورموز الناس في البحرين هذه سلطة إرهابية معتدية لا يمكن أن يأتي أحد ويدافع عن آل سعود ويقول أن آل سعود جاءوا من أجل أن ينشر الديمقراطية جاءوا من أجل أن ينشر الاستقرار من يريد الديمقراطية فليطبقها في بلده أولا من يريد أن ينشر الاستقرار بل يسحب كل المظاهر العسكرية من البلاد من يريد الاستقرار من يعمل من أجل الاستقرار لا يمكن أن يعتقلوا الآلاف من أبناء شعبنا من يريد الاستقلال لا يعقل أن يقوم بفصل أكثر من 16 ألف موظف من أبناء شعبنا من يريد الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يقوم بتحدي طالبة كبيرة في البحرين تمثل أكثر من 70% من عدد سكان البحرين ويقوم بهد مساجدها وتخريب حسينياتها ومضافاتها ومهاجمة شهادرها آل سعود في هذه المنطقة ومنذ اليوم الأول الذي وصلوا فيه بالتعاون مع البريطانيين كانوا مصدر عدم استقرار في المنطقة وهم اليوم يمثلون الجانب الإرهابي في المنطقة بل إرهاب منتشر في العراق وفي سوريا وفي البحرين وفي اليمن وفي غيرهم بتمويل ودعم من آل سعود وإرهاب آل سعود ضرب دول عديدة بالعالم حتى وصل إلى الدول الغربية وغيرها وهو ليس مجهول وليس مخضي عن العالم آل سعود إرهابيون آل سعود آل سعود قتل آل سعود مصدر عدم استقرار في المنطقة فيا شعبنا الكريم هقوا من أجل نصرة وطنكم وشعبكم واتفاع عن أرضكم ومبادئكم ومعتقداتكم لكم النصر إن شاء الله لعدوكم الموزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين